مع تنوع أنماط الحمية التي يتبعها الرغبون في الحصول على نظام حياة أفضل يلجأ الكثيرون لحمية البحر الأبيض المتوسط نظراً لمزاياها الصحية الجمة التعتمد على الخضروات والسمك لكن دراسة أمريكية حديثة حددت مؤخراً أفضل طريقة للاستفادة من هذا النظام الغذائي كشفت الدراسة والتي جرى عرضها في لقاء لجمعية القلب الأمريكية أن زيت الزيتون مفيد للصحة ويساعد على إطالة عمر عضلة القلب لذا يوصى باستخدامه بشكل مستمر وعلى الرغم من أن دراسات سابقة حذرت من استخدام زيت الزيتون في الطاهي أو القلي حتى لا يتعرض لحرارة عالية وحثت على اللجوء إلى الزيوت النباتية الأخرى لأنها أقل دراراً لكن هذه النصيحة غير دقيقة من الناحية العلمية بحسب الخبراء وكشف الباحثون أن الجسم يستفيد كثيراً من إدراج زيت الزيتون ضمن مكونات الطعام سواء جرى تناوله بشكل طبيعي أو عند استخدامه في عمليات الطاهي وأوضحت الدراسة أن تعويض خمس جرامات من الزبد أو المايونيز بالكمية نفسها من زيت الزيتون يؤدي إلى خفض احتمال الإصابة بمرض الشريان التاجي بنسبة 7% أما من استهلكوا أكثر من 7 جرامات من زيت الزيتون في اليوم الواحد فتراجع احتمال إصابتهم بمرض القلب بـ 15% واعتمدت الدراسة على بيانات لألاف الأشخاص في الولايات المتحدة أوضحت الدراسة أن زيت الزيتون البكر وهو نوع ممتاز يجري عصره من دون تسخين ولا مواد كيميائية يفرز أقل المستويات من الدهون المتحولة والمواد الضارة حين يجري تسخينه أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب زيت جوز الهند الذي يلجأ إليه كثيرون من الباحثين عن وصفات صحية للتقليل من الدهون